موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم إخواني أخوات المتابعين الأوفياء في هذه الحلقة وتلبية لطلب بعض المتابعين قررت الحديث عن مرض الإسهال وأسبابه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه فهو يصيب الطيور عموما وبشتى أنواعها حيث نجد الإسهال الأخضر والأبيض وهم الأكثر انتشارا كما نجد كذلك الإسهال الأسود والأحمر والبني أو الترابي وكذلك الشفاف والأصفر وغيرهما من الأنواع المختلفة كما يظهر أمامكم في الصورة كما أن هناك ما هو حاد وما هو بسيط لكن على العموم لا بد لنا من علاج طائرنا المصاب حتى ولو كان الإسهال بسيطا لأنه قد يتطور في أي لحظة فهو مرض معدي بحيث إذا لم يعالج الطائر فقد يموت في النهاية المهم في هذه الحلقة سوف نتطرق لجميع مشاكل وحلول مرض الإسهال وذلك حتى يسهل على كل مربي خاصة المبتدئين التعامل معه وعدم خسارتهم لطيورهم لكن قبل الولوج في الموضوع طلبا وليس أمرا المرجو الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديدين فعلى بركة الله لنبدأ الحلقة وأول شيء سوف نتطرق له هو تعريف الإسهال فالإسهال عموما هو حالة مرضية تصيب الطائر وتظهره من خلال وجود براز بألوان مختلفة عن الشكل الطبيعي حيث يقوم هذا المرض بترك جسم الطائر بدون ماء أو الأملاح الضرورية للبقاء على قيد الحياة وقد يؤدي إلى الموت لقدر الله بسبب الجفاف الشديد وفقدان السوائل ناهيك عن كون الطائر ينزوي في مكان واحد وينطوي على نفسه فتنسد شهيته وإذا لم يعالج بأسرع وقت فيمكن أن يموت في الحالات الحادة أما عن أسباب الإسهال فهي عديدة وتختلفه على حسب نوع الإسهال والأعراض المصاحبة له والتي تظهره من خلال نوع ولون براز الطائر أكرمكم الله ومن أهم الأسباب أولا تعريض الطائر للطيارات الهوائية الفجائية تانيا عدم نظافة القفص ومستلزمات الطيور تالتا الإكتار من تقديم الخضر والفواكه المليئة بالسوائل رابعا التغيير المفاجئ لنوع أو مصدر الطعام خامسا خالة الغداء أو وجود أغذية منتهية الصلاحية سادسا اختلاط الطيور السليمة بالطيور المصاب بالإسهال بحيث تصيبها بالعدوى من خلال رائحة البراز أكرمكم الله سابعا إصابة الطائر ببعض الأمراض وعدم علاجه وإهماله وبالتالي قد تجعله يصاب بالإسهال وفي بعض الحالات قد يصبح الإسهال حادا ثامنا إدخال الطيور التي جلبتها حادثا مع الطيور القديمة لديك دون المرور بالحجر الصحي المقدري في خمسة عشر يوما وكانت ماردة بالإسهال دون أن تعلم بذلك أما عن الأعراض فتتمثل أولا في فقدان الشهية عند الطائر المصاب بالإسهال ثانيا شرب الماء بكثرة ثالثا وجود براز سواء أخضر أو أبيض أو أسود أو بني ترابي أو شفاف أو وجود براز حول مخرج الطائر رابعا وجود براز سائل بدل من الصلب خمسا خمول الطائر وانطوائه على نفسه وقلة حركته ووجود ريش منفوج كما نجده يغمض عينيه بالسمرار كأنه نائم وذلك لشدة الألم الذي يحس به سادسا وجود براز كثير في القفص ثم ننتقل إلى التدبير الاحترازي قبل البدء في العلاج فهي ضرورية قبل الشروع في استخدام الأدوية حيث يجب أولا عزل الطائر المصاب في قفص لوحده ثانيا وضعه في مكان دافئ بشكل معتدل ثالثا تقديم الفيطامينات في الماء مثل فيطامين أدتروائه رابعا تنظيف الأقفاص ومستلزمات الطيور وتشميسها ولو مر في الأسبوع أو أسبوعين خامسا تغيير الماء بشكل يومي سادسا منع تقديم الخضر والفواكه والاكتفاء بالحبوب سابعا وضع الطربة الحمراء أثناء تقديم العلاج في أسفل القفص ثامنا تعطيش الطائر لمدة الساعتين قبل تقديم العلاج وذلك حتى نضمن شربه للدواء أما عن الطرق العلاجية فهي عديدة بحيث يوجد ما هو طبيعي وما هو كيموي لكن في هذه الحلقة سوف نقتصر على الطرق الطبيعية على أمل لقابكم في الحلقة القادمة لنكمل معا الطرق الكيموية وذلك حتى لا يكون الفيديو طويلا المهم بالنسبة للعلاج الطبيعي فأهم مكون معنا هو قشور الرمان حيث نقوم بغلي قشور الرمان المجففة مسبقا في الشمس ونضعها في لتر ماء وذلك لمدة عشرين دقيقة ثم نسرقها لتبرد ثم نخلطها في الخلاط ونقدم المحلول المتحصل عليه في المشربية للطيور ونقدمه لها من أربع إلى سبعة أيام متتالية وذلك بمعدل اثنى عشر ساعة في اليوم مع تغيير الماء كما يمكن لنا أن نجفف قشور الرمان ونسحقها ثم نضيف ملعقة صغيرة في نصف لتر ماء ونقدمها للطيور في المشربية كما في الطريقة الأولى ولمن أراد التوسع أكثر في فوائد قشور الرمان للطيور فقد وضعت فيديو مفصل عن ذلك سوف أترك رابطه في صندوق الوصف ثم ننتقل إلى ثاني مكون معنا في هذه الحلقة وهو مكون الأرز حيث نجد مجموعة من الطرق لكن نحن سوف نقتصر على طريقة فقط فالطريقة الأولى إما نقوم بسحقه جيدا ونقدمه للطائر في المعلافية كما يمكن خلطه مع البيض المسلوق المبشور أو الباطي مع إضافة القليل من مسحوق قشور البيض وهي طريقة مجربة مئة بالمئة وفعالة أما الطريقة الثانية فنقوم بسلق ما مقداره مئة جرام من الأرز ونسلقه حتى يبرد ثم نقدم القليل من مائه في المشربية والقليل من الأرز في المعلافية وذلك حتى نضمن استفادة جسم الطائر من جميع مكونات الأرز ونستمر على هذه الطريقة لمدة لا تقل عن أربعة أيام ومعلوم أن وصفة الأرز هي فعالة لعلاج الإسهال الأبيض والأخضر معا ثم نتقل إلى ثالث مكون معنا وهو التوم زائد الليمون حيث نحتاج في هذه الطريقة إلى حبة التوم واحدة زائد سبع قطرات من الليمون كما نحتاج إلى نصف لطر ماء وأيضا إلى الأرز كمكون مساعد حيث نقوم بصحق حبة التوم أولا ثم نضيف لها سبع قطرات من الليمون ونضع كل هذا في نصف لطر من الماء ونتركه لمدة من ساعة ونصف إلى ساعتين حتى تنتج مع العناصر كلها كما أننا نكون في هذه الفترة قد قمنا بتعطيش الطيور وبعد ذلك نقدم المحلول لها لمدة خمس ساعات لا أكثر ثم نزيله ونستمر في هذه العملية لمدة سبعة أيام ثم نحضر بعد ذلك الأرز حيث نقوم بغليه في الماء بما مقداره ثلاث معالق كبيرة إلى أن يصبح لينا ونسرقه ليبرد ونصفيه ونقدم ماء الأرز المتحصل عليه في المشرب للطيور في حين نضع الأرز في المعلفية حتى نضمن أن الطائر استفد من جميع مكونات الأرز ثم ننتقل إلى رابع مكونات معنا وهو البطاطس أو البطاطا حيث نقوم بأخذ حبة بطاطا واحدة ونقوم بغسلها جيدا وبعد ذلك نقوم بتنقيتها من قشرتها الخارجية ثم نضعها في لطر من الماء ونضعها فوق الموقد لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نصفي المحلول ونقدمه للطيور في المشربية لمدة تتروح من ثلاث إلى أربعة أيام متتالية مع تغيير الماء كل يوم وأخيرا ننتقل إلى آخر مكون معنا في هذه الحلقة وهو الشاي الأخضر حيث نقوم بغلي ما مقداره ملعقة كبيرة من الشاي في نصف لطر ماء ثم نصفيه ونتركه ليبرد وبعد ذلك نقدمه لطيورنا في المشربية مع تغيير الماء كل يوم لمدة من ثلاث إلى أربعة أيام أو نضع ما مقداره نصف ملعقة صغيرة في المشربية ونقدمها للطيور لمدة من ثلاث إلى أربعة أيام مع تغيير الماء كل يوم كما يمكننا أيضا وضع ما مقداره ملعقة صغيرة من الشاي في المعلفية وإضافة القليل من الحبوب لها حتى تأكلها طيورنا لكن للإشارة فقط فهناك إسهال مؤقت لا يجب علينا أن نخاف منه لأنه يحدث للطيور بعد تناولها لبعض الخضر والفواكه وكذلك بدور عباد الشمس ونخص بالذكر هنا الإسهال الأخضر كما يمكن أن نرى بعد السوائل معه أي مياه شفافة وهي عبارة عن سوائل زائدة في جسم الطائر تخرج مع البراز أكرمكم الله فما يهمون هنا هو الإسهال الذي يستمر لفترة طويلة أكثر من ثلاثة أيام فما فوق وهو الذي يجب علينا معرفته من خلال المراقبة المستمرة لطيورنا وللأمانة فقط فإذا كان طائرك يعاني من إسهال المتقدم فلن تلفع معه العلاجات والوصفات الطبيعية وبالتالي لا بد من اللجوء إلى العلاج الكيموي لأنه يكون فعال لكن لا بد من مصاحبته بأدوية رافعة للمناعة وكذلك واقية للكبيد لأن العلاج الكيموي يكون له أثر سلبي على هذا الأخير أي الكبيد وإلى هنا أصدقاء الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والتي خصصناها للتعريف بمرض الإسهال وأسبابه وأعراضه والطرق العلاجية التي يمكن من خلالها علاج طيورنا الجميلة حيث اقتصرنا على الطرق العلاجية الطبيعية فعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة والتي سوف نخصصها للحديث عن الطرق العلاجية الكيموية وإلى ذلك الحين أتمنى لكم التوفيق في تربيتكم لطيوركم وادمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر